بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أبقاتكم أعزائي الطلاب اليوم يا رابع رح نكمل الدرس السابق وهو أعداد الكسرية والكسور غير الفعلية ورح نحل ببداية على الطريقة اللي أخذناها في الحصة الماضية اللي هو الواجب اللي كان معكو فقط للتدريب سؤال 2 و 3 و 4 و 5 صفحة 22 رح نحله مع بعض ونبدأ في الفرع رقم 2 بيحكي لنا 3 صحيح و 2 على 3 كيف نكتبها على صورة كسر غير فعلي حكينا نكتب العدد الصحيح على صورة 1 زائد 1 زائد 1 بعدد العدد الصحيح 3 إذن بكتبها على صورة 1 زائد 1 زائد 1 هيكصار عنا 1 2 3 بفصلهم حسب العدد الصحيح كم يساوي بعدين ما بنسى الكسر العادي برجع بكتبه أيضا زائد هذا الكسر هو 2 على 3 طيب بعدها شو بعمل بكتب الواحد صحيح على صورة كسر بسطه و مقامه متساوية إذن هذا الواحد رح يكون كسر وأيضا هذا كسر وهو كسر طيب شو الرقام اللي أحطهم في البصو المقام لازم نكونوا نفس الرقم 5 على 5 6 على 6 ولا 7 على 7 إيش رأيكم يا رابع تتذكروا إيش كنا نختار أي رقم الرقم الموجود هون عنا في المقام ناخد الثلاثة الموجودة في المقام وبكتب الواحد صحيح على صورة كسر 3 على 3 بنحط زائد وأيضا الواحد نفس الإشي بنحطه 3 على 3 وأيضا هون الواحد بكتبه على صورة 3 على 3 و بننزل الكسر 2 على 3 وبنجري عملية الجمع وبنجمع ويساوي إذا تشوفوها صعبة تجمعوا 3 كسور 4 كسور اجمعوا كل 2 مع بعض هاد مع حاد وهاد مع حاد يلا اجمعوا في جمع الكسور المقام رح يضل زي ما هو 3 لكن نجمع الباص مع الباص الثلاثة زائد ثلاثة يساوي 6 بنزل زائد و بنجمع نضل اثنين المقام رح يضل ثلاثة و بنجمع ثلاثة زائد اثنين يساوي 5 هيك صار عنا كسرين و بنجمعهم مع بعض طريقة سهلة المقام رح يضل ثلاثة والباص ستة زائد خمسة كم يساوي 11 اذا هيك صار عنا كسر غير فعلي الباص اكبر من المقام اذا كسر غير فعلي باص اكبر من المقام و هلأ رح ناخد الفرع رقم ثلاث بحكينا واحد صحيح و خمسة على ستة واحد صحيح و خمسة على ستة بنا نكتبها على صورة كسر فعلي باص اكبر من مقامه نفس الطريقة السابقة للعدد الصحيح منفصلهم على شكل واحدات واحد هنا واحد لحالها فمنحط واحد زائد الكسر الموجود عندنا في السؤال خمسة على ستة طيب الآن بعدها شو بنعمل بنعرف انه بنكتب العدد واحد على صورة كسر باص و مقامه متساويات كيف؟ اي رقم نختار؟ نختار الرقم الموجود عندنا في المقام الكسر الموجود في السؤال عندنا ستة اذا بكتب الواحد صحيح على صورة كسر بسطه ستة وايضا مقامه ستة و مننزل باقي السؤال زي ما هو زائد خمسة على ستة طيب بعدها شو بعمل؟ بجمع الكسرين المتشابهين المقام رح يضل ستة هون ستة 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 و نجمع بس الباست ستة زائد خمسة يساوي 11 اذا هيك باست اكبر من المقام اذا كسر غير فعلي و انتهينا ننتقل مباشرة الى الجزء الى السؤال رقم اربعة بيحكينا اربعة صحيح هاي السؤال رقم اربعة اربعة صحيح و ثلاث على سبعة طيب شو بنعمل؟ العدد الصحيح هاد اربعة اذا بحط واحد اتنين ثلاث اربعة اربعة واحدات لان احنا عنا اربعة صحيح وبعدها بحط زائد ثلاث على سبعة وبنفس الطريقة السابقة هاي الواحد والواحد لنكتبهم على صورة كسر بسطه و مقامه نفس الرقم بنختار الرقم الموجود في المقام الكسر الموجود في السؤال طيب الواحد الاولانية رح نكتبها على صورة سبعة على سبعة لش اخترنا السبعة؟ لانها موجودة في المقام هون الواحد الثاني اضم نكتبها على صورة سبعة على سبعة وايضا هذا الواحد نكتبه على صورة سبعة على سبعة وهذا الواحد نكتبه على صورة سبعة على سبعة وبينزل الكسر الموجود في السؤال ثلاثة على سبعة وهلأ نجمع زي ما عملنا بالأول هدول صاروا سبع خمس كسور ناخد كل اتنين ومنجمعهم مع بعض سبعة على سبعة المقام بيظل زي ما هو نحطه سبعة وبنجمع البسط سبعة زائد سبعة كم يساوي أربعة عشر ومننزل إشارة الزائد ومنجمع هدول الكسرين نحط كسر والمقام رح يضل سبعة سبعة رح يضل سبعة ومنجمع فقط البسط سبعة زائد سبعة يساوي أربعة عشر زائد هذا الكسر لسه ما جمعنا مننزله زي ما هو وهلأ منجمع الثلاث كسور اللي صاروا عنا نحط سبعة في المقام ومنجمع البسط في الأول والبسط هون والبسط هون أربعة عشر زائد أربعة عشر زائد ثلاث ومنجمعهم أربعة عشر زائد أربعة عشر بنجمع الأحد أربعة زائد أربعة كم؟ ثمانية زائد الأحد اللي هون ثلاث ثمانية وثلاث كم؟ ثمانية وثلاث ثمانية وثلاث اربعة رابعة عليكم واحد ومنحط واحد باليد إذن نجمع هلأ العشرات واحد واحد اثنين واحد ثلاث إذن واحدة وثلاثين على سبعة وهيك نكون كتبنا على صورة كسر غير فعلي البسط أكبر من المقام ننتقل إلى الفرع رقم والفرع الأخير رقم خمسة بيحكي لنا اثنين صحيح وثلاث على ثمانية طيب بنفس الطريقة بنكتب لاثنين على صورة واحد زائد واحد ومنكتب الكسر بعدهم ثلاثة على ثمانية هلأ الخطوة البعديها الواحد صحيح بنكتبه على صورة كسر بسط والمقام نفس الرقم شوه الرقم هياته موجود عنده جاهز ثمانية بناخدها بنكتب ثمانية على ثمانية وهي الواحد بنكتبها على صورة ثمانية على ثمانية زائد الكسر بينزل ثلاثة على ثمانية وهلأ بنجمع شوف كيف رح اجمعهم كلهم مع بعض الثلاث ثمانية 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 المقام ما بنعمل عليه اشي بضل ثمانية وباخد الارقام الموجودة في البسط بحطهم ثمانية زائد ثمانية زائد ثلاث وبجمع البسط نعرف نجمع اكيد يا رابع صاح ثمانية زائد ثمانية كم يساوي ستاش زائد ثلاث تساطاش يعيني عليكم برافو هيك يصير عنا تساطاش على ثمانية وهو كسر غير فعلي البسط اكبر من المقام وهيك نكون حلينا السؤال الاول وانهينا الاتجاه الاول من هذا الدرس وهو تحويل العدد الكسري الى كسر غير فعلي يا رابع قبل ما نبدأ في الاتجاه الاخر وهو التحويل من الكسر الغير الفعلي الى عدد كسري بدأ اعلمكم طريقة مش موجودة في الكتاب لكن اسهل واسرع من الطريقة السابقة وان شاء الله تحبوها وتحلوا عليها شوفوا عندنا الكسر العدد الكسري واحد صحيح وثلاث على خمسة شو بعمل شوفوا كيف رح اكتب رح احط هون اشارة ضرب وهون رح احط اشارة جمع اذا ضرب جمع رح احط سهم من الاسفل الى الاعلى شو بعمل بعديها بجري العملية اللي انا كتبتها خمسة بمشي من تحت لفوق خمسة ضرب واحد زائد ثلاث اذا خمسة ضرب واحد كم يساوي خمسة زائد ثلاث كم يساوي ثمانية طيب شو بعمل انا هذا الناتج اللي انا طلعته عن طريق هاي العمليات خمسة ضرب واحد كم يساوي خمسة الناتج بنجمع له ثلاث بيعطينا ثمانية ويساوي ويساوي ثمانية بحطه في بسط الناتج وبحط اشارة الكسر وباخد المقام نفسه لازم يكون بحط خمسة اذا خمسة ضرب واحد زائد ثلاث من تحت لفوق وبحط الناتج في البسط والمقام بيظل زي ما هو خمسة خمسة هيك بكل سهولة حولنا البسط حولنا العدد الكسر الى كسر غير فعلي بسطه اكبر من مقامه ناخد مثال ثاني لو كان لو كان عنا عدد الصحيح مش واحد مثلا اثنين واثنين على ثلاث ونعمل لفس الاشي ضرب جمع ضرب تحت والجمع فوق وبمشي من تحت لفوق ثلاث ضرب اثنين كم يساوي يا رابع ستة ستة زائد اثنين ثمانية اذا يساوي ثمانية في البسط والمقام موجود جاهز نكتب الثلاث زيه ثلاث ثلاث هيك بكل سهولة حولنا العدد الكسري الى كسر غير فعلي وهلأ يا رابع خلونا نبدأ في الاتجاه الاخر من الدرس وهو تحويل الكسر غير الفعلي الى الصورة الى صورة عدد كسري وناخذ مثال رقم اثنين صفحة عشرين بحكينا اكتب الكسر تسعة على اربعة على صورة عدد كسري في الكتاب طبعا شارحنا بطريقة الاولى والتانية عن طريق النماذج لكن بالنسبة الي ما بلاقيها طريقة عملية يعني مش كل امتحان لازم اظني ارسم مستطيلات والون واضلل واجمع واضني ارسم مستطيلات انا بلاقيها طريقة غير عملية لهيك انا بداية الدرس بلشت الشرح بطريقة الجبرية اللي منستعملها في الامتحانات وهلا خلونا نبدأ وناخذ الكسر تسعة على اربعة تسعة على اربعة ونحولها ونحولها الى عدد كسري بالطريقة التالية خلينا شوف كيف منحول هذا الكسر غير الفعلي الى عدد كسري شوفوا يا رابع بناخد الباست ونقسم قسمة طويلة على المقام هاي اول خطوة نعمل على جنب قسمة طويلة تسعة على اربعة هاي تسعة على اربعة وبقسم بهالطريقة تسعة تقسيم اربعة كم اربعة يوجد داخل التسعة كم اربعة فيها او في طريقة اخرى شو العدد اللي منضربه في اربعة يعطيني تسعة او اقل منها بعرف جدول الضرب طبع الاربعة في عندي اتنين ضرب اربعة يعطيني ثمانية وهي اقل من التسعة وبطرح اتنين ضرب اربعة يساوي ثمانية وبعدها بطرح تسعة ناقص ثمانية كم يساوي واحد صحيح بس لهون بنوقف شو بعدها بعمل بكتب الجواب على هاي الصورة على هاي القاعدة الناتج زائد الباقي والمقسوم عليه المقسوم عليه طيب بروح على القاعدة وبطبق الناتج كم يساوي اتنين بحط اتنين زائد الباقي اللي هو الواحد على المقسوم عليه اللي هو اربعة هيك صار عنا اتنين زائد واحد على اربعة وبس نجمحهم مع بعض بصير اتنين واحد على اربعة ونتهينا اشتركوا في القناة